اشتركوا في القناة هل التمضمض من شدة الحر هل يفسد الصوم واش اللي كيشل الفم الى كنس خل الحل واش هاتشلال كي يفسد الصوم لا يفسد صومه بذلك لان الفم في حكم الظاهر ولو لم يكن الفم في حكم الظاهر ما كان غسله واجبا في الوضوء ثم ان هذا يعني المضمضة بالماء اذا يبس الفم من شدة الحر مما يسر الصوم ويسهله فقد روى روية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصب الماء على رأسه من شدة العطش ومن شدة الحر وكان ابن عمر رضي الله عنه يبلل ثوبه في صومه ليبرد على جسده وكان لانس بن مالك حوض يملأه فيسبح فيه في الصوم كل هذا مما يدل على ان فعل ما يخفف على المرء الصيام جائز لا بأس به ولكن ليحضر هذا المتنضمض من ان يتسرب الماء الى داخل جوفه فان ذلك يكون خطرا ولكن مع هذا لو تسرب الماء في جوفه في هذه الحالة بدون اختياره فانه ليس عليه في ذلك بأس والله اعلم يعني الى كيشل الواحد فمه لا بأس به هذا ما كيفطرش يعني لانه المضمضة بالماء اذا يبس الفم ديال الواحد الي يبس وباش يسهل الصوم دياله ويبرد على رأسه شوية نروري كيشل الفم شوية رأى كان ان بيص الله عليه وسلم كان كيصب الماء على رأسه حيث كي يجيه العطش وكي يجيه الحر وكان ابن عمر رضي الله عنه كان كيبلل يعني كيفزق التوب دياله من اللي كيكون صايم وكييلبسوا باشي بالردع على الجثد دياله وكان اناس ابن مالك حتى هو كان عنده قالوا ليك واحد الابيسين الحلط ديال الماء كان كيسبح فيه في رمضان هذا كله كي يدل على البنادم يدير يخفف على رأسه يعني جائز يعني دائز للواحد يبرد على رأسه مثلا يخوه عليه الماء ولا يسر التوبو ولا يشل الفمو ولكن غير الواحد يرد البل ما يطلعش له داك الماء القرجوطة دياله لأنه إلا مشت تطلع راه غد يخسر الصيام دياله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته